كشف تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز تراجع أعداد مسلح داعش العائدين إلى أوروبا في أعقاب ما تكبده التنظيم من نكسات في الرقة والموصل ويعز الخبراء هذا التراجع إلى اعتماد إدارة ترامب استراتيجية الاعتقال أو التصفية في حربها على الإرهاب إلا أن ذلك لا يعني بحسب التقرير أن التنظيم قد انتهى وأن مؤيديه سيرفعون الريات البيضاء قريبا ترد داعش من الرقة والموصل إلا أن نهايته لا تبدو قريبة تحقيقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية انطلق من هنا في محاولة لتحديد أبعاد دائرة الخطر التي لا يزال يرسمها التنظيم فعداد العائدين من مسلحي داعش إلى بلدانهم تقل بكثير عن تلك التي كانت متوقعة يقول التحقيق ويعزي هذا الأمر إلى استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأرض والتي تحول دون مغادرة المسلحين الأجانب حتى استسلامهم أو قتلهم إلا أن ذلك لا يعني أن خطرهم قد خفى فليس كل من لم يعد لم يعد موجودا يتابع التحقيق هناك المئات من المسلحين نجحوا في الفرار من معارك الرقة والموصل باتجاه تركيا أو ليبيا أو الفلبين دول ثلاث تشكل اليوم مراكز لخلايا نائمة تخطط ولا تزال تهدد وهجوم منشستر الأخير يؤكد تلك المخاوف فوفق ما أظهرته التحقيقات التقى منفذ الهجوم في ليبيا بعناصر من التنظيم لها علاقة بهجمات باريس للتخطيط لهجومه تقول نيويورك تايمس أن أكثر من أربعين ألف مسلح من مائة وعشرين دولة وصلوا إلى سوريا والعراق خلال السنوات الماضية للقتال في صفوف التنظيم خمسة ألاف من الواصلين كانوا من أوروبا عداد العائدين إليها وصلت إلى ألف وخبسمائة شخص أما ما تبقى فمنهم من قتل ومنهم من لا يزال موجودا في مكان ما متسلحا بالعقلية ذاتها وكما يؤكد التقرير استنفار الأجهزة الأمنية والاستخبارات الأوروبية بعد هجمات باريس وبروكسل نجح في الحد من قدرات التنظيم في أوروبا إلا أنه نجاح يبقى على المحك معضلة أثارت وتثير الجدل والقلق الأوروبي الكثير وحتى الانقسام كما فعلت تصريحات نقدت على لسان وزير الدولة البريطاني روري ستيورت الذي دعا حكومته لقتل كل من ترك بلاده للقتال في صفوف الإرهابيين نصيحة ستيورت اقتل دواعشنا يعتبرها البعض ليست بالوصفة السحرية لأن الحلقة الأخطر في هذه المرحلة ستكون شريحة المتعاطفين مع عقيدة التنظيم الذين لم يشاركوا في جبهات القتال إلا أنهم مستعدون للانخراط في أي وقت في عمليات لصالحه أعدادهم يصعب التكهن بها أو مراقبتها في معضلة تعجز الأجهزة الأمنية على تفكيكها معنا الآن من لندن الكاتب والباحث السياسي خالد البري أستاذ خالد مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه التقارير التي نشرت مؤخرا والتي تشير إلى أن أعداد مقاتلي داعش الذين قد يعودون من سوريا والعراق ليست بتلك الضخامة التي توقعها البعض لماذا برأيك؟ يعني كما أشير في التقرير هناك عدة عوامل تجعل العدد أقل مما كان متوقعا من هذه العوامل أن الميليشيات المحلية والقوات العسكرية المحلية التي تقاتل داعش قطعت عليها طرق الوصول وهناك البعض يتوقع أن داعش ربما تكون متعمدة عدم العودة سريعا وبدلا من ذلك أن تتخفى في أماكن ثم تعود عودة منظمة بحيث يستطيع هؤلاء أن يتسللوا إلى داخل أوروبا والسبب الثالث هو الملاذات الآمنة التي اختاروا أن يتوجهوا إليها وبالأخص الدول التي أشار إليها التقرير تركيا والفلبين وليبيا أيضا يعني تركيا قد تكون مفهومة جغرافيا على الأقل قريبة من المواقع وجود هؤلاء المقاتلين ولكن ليبيا والفلبين تحديدا يعني الفلبين ظهرت في الأولى الأخيرة كملاذ وتجمع مركز تجمع لهؤلاء المقاتلين لماذا برأيك الفلبين وليبيا بالتحديد الفلبين وعموم جنوب شرق آسيا صارت تحت أعين أجهزة الاستخبارات منذ أكثر من عامين صارت مكانا مفضلا للإرهابيين ربما لأن هناك بعض النزاعات في الفلبين يستطيعون أن يتخفوا ضمن المقاتلين والسبب الآخر أنهم بعيدون عن الأعين إلى حد ما على عكس طبعا الوضع في أوروبا أو منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لليبيا فهي تمثل بالنسبة لهم مكانا نموذجيا لأن ليست هناك حكومة مركزية قادرة على السيطرة على الوضع على عموم ليبيا كما أن موقع ليبيا الجغرافي بالنسبة لهم موقع مهم للغاية ليبيا عندها حدود شاسعة مع مصر ومع الجزائر وتونس وثم بوابة إلى أفريقيا جنوب الصحراء أيضا وفي نفس الوقت هي بوابة جنوبية لأوروبا يستطيعون أن يتخفوا وسط المهاجرين عن طريق القوارب في البحر فليبيا بالنسبة لهم تمثل مكانا نموذجيا وهي بالتالي الأخطر سواء للدول العربية المجاورة أو سواء لجنوب أوروبا الحديث كان في الأول الأخير أستاذ خالد منذ بداية الحرب على تنظيم داعش على أن الخوف من عودة هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية وأن يتسببوا في مشاكل هناك ولكن يبدو أن هذا الخوف أو هذا الخطر كان مبالغا فيه والدليل على أن معظم الهجمات الإرهابية التي شهدتها دول أوروبية إن لم يكن كلها ارتكبها أو قام بها أشخاص لا علاقة لهم مباشرة بساحة القتال لا في سوريا ولا في العراق هل هذا الخطر كان مبالغ فيه إلى حد ما برأيك هو في الحقيقة الخطر غير مرتبط فقط بعدد العائدين الخطر لا يزال قائما كما أشرت هناك عمليات أخرى يقوم بها متعاطفون موجودون في الداخل لم يتحركوا إلى مناطق القتال منذ البداية لكن الخطر قائم لأن مثلا نحن نتحدث عن 5000 أوروبي عاد منهم حوالي 1500 أغلبهم نساء وأطفال من البقية الباقية لو عاد حتى عشرة أفراد يستطيع هؤلاء أن يحدثوا خللا أمنيا داخل أوروبا لأن العمليات يقوم بها أفراد وبالتالي فهم حتى الآن خطر كبير يستطيعون أن يتحركوا من خلال ثغرات أمنية كان هناك تقرير للأمم المتحدة في وقت سابق أشار إلى أنهم يتلقون تدريبات منظمة حول كيفية التعامل مع الجهات التي تحرس الحدود بحيث أنهم يقدمون لهم قصصا مختلقة عن مكان وجودهم ويصفون الأماكن التي كانوا فيها وما إلى ذلك بحيث يخفون شخصيتهم الحقيقية كمنظمين مع داعش عدد المتعاطفين الموجودين في الداخل أيضا هذا عدد مخيف لأن العمليات الإرهابية لا يقوم بها فقط العائدون إنما يقوم بها بشكل أكبر المتعاطفون كما شهدنا في العملية التي حدثت في مانشستر والعملية التي حدثت قبل ذلك في فرنسا في باريس طيب أستاذ خالد في الوقت المتبقي إمكانية أو قدرة التنظيم على تجنيد موالين أو مناصرين له في الدول الغربية الآن هل هي أقل بعد أن تلقى التنظيم كل هذه الضربات العسكرية سواء في سوريا أو في العراق أم أن هذه مسألة تتم عبر الإنترنت وما زالت مستمرة بشكل أو بآخر هو القدرة على التجنيد هذه عملية مستمرة ولكن الحقيقي أن العامل المؤثر العامل الكبير المؤثر هو أنه بعد الهجمات التي حدثت في أوروبا وضغوط الرأي العام وتجديد القوانين لجأ الأوروبيون إلى عمل تنصيقي أكبر الآن هناك مركز كبير في هولندا لا يعتني فقط بتبادل المعلومات ولكن أيضا بتنسيق التحرك بين أجهزة الاستخبارات الأوروبية وهناك مركز آخر تتولاه الولايات المتحدة عن طريق الحملات التي تقوم بها في سوريا والعراق من هذا المركز تجمع معلومات ذات كفاءة عالية لأنها معلومات من المصدر ثم ترسلها إلى أوروبا وإلى الفلبين هذه عملية دقيقة جدا لأنه كما أشرت من قبل تسلل عشر أفراد فقط يستطيع أن يحدث تغييرا كبيرا في العمليات داخل أوروبا شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد البري الكاتب والباحث السياسي كان معنا من لندن